نعم لا شك هذه القافلة وأحياء الذكرى بقافلة أو مسكرة قافلة درب زبيدة هي لا شك مهمة جدا وأيضا تعيد بنا للماضي الجميل كيف كانوا أباء وأجدادنا يسيرون لذهاب للحج على طريق درب زبيدة والمسار من الكوفة إلى مكة المكرمة يمر في مدينة فيد التاريخية هذه المدينة التي يوجد بها العديد والعديد من الأماكن التراثية من بث القصر خراش وبعض المقتنيات التي وجدت على هذا الدرب درب زبيدة ستتحدث أكثر حول هذا الموضوع وأيضا الأهداف من هذه المسيرة مسيرة درب زبيدة ومشاركة صاحب السوم الملكي الأمير فيصل من فهد بن مقرين هذا الصباح الباكر مع القافلة للتسير مكونة من خمسين شخص بين المهتمين بالتراث وأيضا المشاركين في ريالة الهايكينغ وأيضا الأشخاص المحاضرين في الجامعة ومهتمين في الأمور السياحية سنتحدث على الكثير والكثير عن هذا الموضوع نضمعي للحديث أكثر اللواء ركن متقاعد الدكتور عبد العزيز العبيدة الدكتور عبد العزيز هو قائد هذه القافلة دكتور عبد العزيز أهلا وسلم فيك اليوم معنا عبر الإخبارية السعودية وفي البداية نتحدث عن هذه القافلة ونتحدث عن المسيرة انطلقت مدمتها وما هي الأهداف المرجوة من هذه القافلة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشكركم على اللقاء طبعا قافلة درب زبيدة هي قافلة القصد منها مشي أو قطع درب زبيدة في منطقة حائل درب زبيدة هو عبارة عن درب من دروب التجارة سابقا قبل الإسلام ثم بعد الإسلام أصبح من دروب الحج وهو يتكون من 1400 كيلو بدءا من الكوفة وانتهاء من مكة المكرمة يمر بخمسة مناطق إدارية اللي هي الحدود الشمالية ثم حائل ثم القصيم ثم المدينة ومكة الدرب طبعا بدأنا بقطع المسافة الموجودة في حائل واللي هي 420 كيلو بدأنا من الشيحيات يوم 4 يناير اللي حنا فيه الآن ولنا الآن الليل الحادي عشر قطعنا أكثر من 320 كيلو وباقي قدامنا إن شاء الله بحدود 120 إلى 140 كيلو والحمد لله إن معنا الآن 65 مشارك من المشات ونعم زايدين لأنه إحنا يجونا زوار محاضرين باستمرار ومعنا أيضا ركايب على الإبل 19 الحملة تتكون من أكثر من 100 بين يعني من يخدم الحملة ومن يشترك فيها طبعا جدولها يومي يبدأ من بعد صلاة الفجر ثم المسير من 30 إلى 35 كيلو يوميا يتخللوا استراحة وأحيانا استراحتين تعتمد على طبيعة الأرض الحمد لله جميع المشاركين مع نوياتهم عالية ويعني عاقدين العزم على إنهاء الدرب هذا وإنهاء المهمة اللي بدأوا فيها إن شاء الله طبعا عزيز القافلة لم تنتهي لم تختم إلى هذا اليوم احنا أتقدنا اليوم والصباح لاختتام هذه القافلة أيضا لكم ثلاث أيام قادمة حتى تختمونها إلى أين أيضا لو تحدث عن المشاركين الفئات المشاركة وأيضا هل هم من منطقة حائل فقط أم من جميع مملكة أول شي بالنسبة لنا باقي حنا ننتهي بالبعايث بدأنا بالشيحيات ننتهي بالبعايث بالنسبة للمشاركين هم غالبيتهم من السعوديين معنا سيدة كويتية على الركائب والسبب الحقيقة حنا قدم علينا أكثر من 22 من جنسيات أخرى لكن بسبب أغلاق الحدود اللي كان يعني في وقت بدء القافلة تعثر وصول بعضهم واعتذروا الآن حنا معنا من ضمن الخمسة وستين فيه 13 سيدة ثنتين منهم جدات يعني عندهم أحفاد نعم وكلهم الحمد لله بوضع جيد جدا حدثنا عن الدعم الكيد الكبير من أمير منطقة حائل وصمو نائب واليوم الصباح كان معكم صاحب سمو مالكي أمير صمو فهد بن مقري نائب من منطقة حائل دعم كبير ومشاركة أيضا من قبله نتحدث عن هذا الجانب ما في شك حنا أول ما بدأنا سمو الأمير أول ما قدمنا على سمو الأمير للمبادرة هذه شجع وأمر بتشكيل لجان وبرئاسة سمو النائب وفي أول لقاء لنا مع سمو النائب كان داعم كبير جدا 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 استوعب الفكرة يمكن من أول عشر دقائق ووقف معنا وهو اللي يعني سهل اتصال بالجهات الحكومية اللي أمنت لنا الخدمات الطبية أمنت لنا أيضا يعني الخدمات الطرق على أساس يعني تعرف حنا نقطع أحيانا طرق فكان معنا كل الجهات وزارة الزراعة قدمت العيادة بيطرية والصحة الصحة في حائل قدمت اللي هو العيادات نعم كبير عزيز العبيدة شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وأيضا شكرا للمعلومات التي قدمتها للقناة الإخبارية شكرا لك شكرا شكرا